من حقي أحلم وروح لبعيد من حقي أحلم بالنقلة النوعية ودي اللي احنا في انتظارها ان شاء الله الموسم اللي جاي لأن زي ما قلتلك فوز الأهلي وتتويجه بعيدا عن البطولة في حد ذاتها أو الرقم 12 اللي بيحاول أهلي في تتويجاته ببطولة دولة الأبطال خدك لمشوار هو الحلم مشوار يعيش أو تعيش فيه أندية العالم ومن وراءها جماهرة تحلم إنها مجرد تشارك فيه مش تحققه تشارك فيه بس أنت على بعد موسم من المشاركة في كأس الانتر كونتيننتل ودي البطولة الجديدة اللي تم استحداثها من قبل الفيفا واللي هتكون بديل لكأس العالم اللي شفناه في السنوات الأخيرة واللي الأهلي حقق فيه أربع ميداليات برونزية وهكلمكم عن نظام البطولة اللي تحدد تلاتة من أطرافها وهتشارك كمان في كأس العالم للأندار بكلمكم على بطولات الموسم المقر أو عن تحديات الموسم المقر أو عن أحلام وطموحات جمهة النادي الأهلي في الموسم المقر عندك واحد طبعا السوبر التاريخي اللي يجمع بين الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكنفيدرالي عندك مشاركة مضمونة بصرف النظر عن نتائج الدوري أو الترتيب أو تحقيق اللقب بطولة الدوري المحلي من عدمه أنت موجود كده كده في نسخ الدوري الأبطال أفريقيا القادمة ودي اللايحة الجديدة طبعا الاتحاد الأفريقي كاس الانتر كونتينينتر الكاس اللي هتجمع أبطال مفيش خلاص بلد مضيف مفيش ممثل للبلد المضيف كانت البطولة بتبقى بطولة مجمعة بتصادفها دولة معينة فبالتالي كان بيمثل الدولة دي فريق صاحب الأرض يعني والجمهور النظام الجديد للانتر كونتينينتر مختلف شوية والبطولة أصبحت مش بطولة مجمعة هتتلعف في أكتر من المكان وليها أجندة تبدأ في شهر ديسمبر اللي جاي إن شاء الله وتحدد لها الجولتين الأخيرتين جولة قبل الأخيرة هتكون يوم 14 والنهائي إن شاء الله بإذن الله هيكون بين فريق من أبطال القراط في مواجهة بطل أوروبا طبعا الذي لم يتحدد بعد وعندك بطولة كاس العالم أندية اللي هتبقى كاس عالم شبيه بكاس العالم للمنتخبات كاس عالم مكبر هيشارك فيه أكبر وأهم الأندية على مستوى العالم ومن ضمنها طبعا الأهلي المصري بصفته البطل الأكبر البطل الأعظم لقارة إفريقي فعن الموسم الجاي أنت بتتكلم بإذن الله وهكذا نتمناها وهكذا ننتظرها يعني نقل نوعية في مشوار النادي الأهلي على مدار 117 سنة تاريخ كله نجاحات كله بطولات كله إنجازات كان صاحب الفضل الكبير فيها وهيفضل دايما الضهر والسند والحمى جماهير النادي الأهلي العظيم البطولة بتاعت الإنتر كونتينتل بالمناسبة اتحدد فيها 3 أبطال هيشارك فيها بطل أوكيانوسيا بطل أوكلين سيتي وهيشارك فيها بطل أسيا لاتحدد خلاصه بأفريل عين الإماراتي وبطل إفريقيا المتوى جنبارح بالبطولة رقم 12 النادي الأهلي المصري يتبقى 3 أطراف أخرين ترجمة نانسي قنقر